ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله مجد إداعي على راديو أوندا سيرو ذكرت أن إسبانيا ترفض تماما للتوجه الأحادي في العلاقات الدولية معتبرة أن ملف الصحراء من اختصاص الأمم المتحدة فقط ولا يحق لطرف واحد الحسم فيه حسب قولها من جهة أخرى نفت غونزاليس وجود توتر في العلاقات الدبلوماسية بين بلادها والمملكة المغربية عقب تأجيل الاجتماع التنائي بين البلدين الذي كان مقررا إقامته الشهر الجاري بالرباط وفي زيارتها الأخيرة إلى المغرب أظهرت الوزيرة الإسبانيا حقدا دفينا للوحدة الترابية المغربية مؤكدة أن موقف إسبانيا بشأن قضية الصحراء هو موقف الدولة وليس رهينا بتغيير الحكومات أو التحالفات وقبل أيام قررت حكومة إسبانيا والمغرب تأجيل القمة التنائية التي كانت تعتزمان عقدها في الرباط الخميسة المقبلة 17 ديسمبر الجاري حتى فبراير 2021 نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب